الحياة القاسية هي السيمة الوحيدة التي تجدها في قرية المشقفة في الوقعة شرق مديرية توبنبي محافظة لحج التي باتت مقصدا للنازحين من مناطق الصراع القريبة نحو 190 أسرة نازحة مهمشة يعيشون في ظروف صعبة تشبه الأمراض والأوجاع والجوع وغياب المأوى الزبين لا معانا أي حاجة لا معانا حمامين ولا معانا متابق بالشارع نلهب بالشارع ورقدتنا بالشارع مع الزبين وقحتتنا بكل شيء نازحين الوضع الصحي داخل المخيم والآخر يحتوج إلى تدخل طارئ فانعدم الغذاء ومياه الشرب الصحية ساعد على انتشار الأمراض والأوبئة وعلى رأس الإسهل المائي في وضع يفتقر فيه المخيم إلى دورة مياه ولذلك نتقى عن كل هذا وباء الكوليرا الذي ضرب بعض النازحين يضطروا أنهم يروحوا إلى هذا الخبط البعيد الحلقة الأضعف باتوا يحملون أوزار الحرب من خلال الأعمال الشقة التي يهتكبدها في مساعدة عائلتهم فالبعض منهم يتكفل بإحضار المياه من مسافات بعيدة لديت خمس دقات ناية ومن المسافة بعيدة نروح وديت زاب الحصر حقنا نجيبهم الساعة سابع ثمان تدق المنظمات الإغاثية ناقوس الخطر بشأن تدهور الأوضاع في مخيم هذه القرية النائية ناسيما بعدما تسببت موجات الحر المرتفعة من انتشار الأمراض داخل المخيم الذي يفتقر إلى الخدامات الطبية الأساسية نهيك عن قدوم فصل الشتاء بينما لا يزال الجوع والمرض يتربصان بمئات الأسر الهاربات من جحيم ميليشيا الحثوى صالح إجمالا تبدو الصورة قاتمة ومخيفة داخل مخيم قرية المشقاف المتردي الواقع على بعد نحو خمسين كيلومتر شرق مدرية توبان بمحافظة لحق مختار شعتل لقناة بلقيس محافظة لحق اشتركوا في القناة